المخالف في المباني ينزل منزلة المباشر نعم وهذا صحيح ما أدق نظرك يا نحلة هذا صحيح الله المستعان فضل شكرا قلنا يعني في الإداريات السمع والطاع الولايات الأمور مهمة جدا في هذا الولايات حتى تبرأ صحته عند ربه لكن الذي خالف في البناء فهو ينزل منزلة المباشر فضل يعني أي قتل هو أصلاً هيتحمله الله المستعان بأنه لو اتخذ الأسباب العادية وليس عليه شيء هذا لا يدمن شيء نحن نتكلم في الذي خالف والذي لم يأتي بالأطر في البناء لأن البناء أيضاً بيبنى مع احتمال وجود الزلزال يقولون لو اهتز الكاميرات والأعمدة التي بتبنى على هيئة حتى لا تتأثر بالزلزال فمن انخرم عنده ذلك فضامن لا محالة ضامن ما عندي ريب ضامن لا محالة